قال وزير الخارجية الجزائري رمطان العمام رأى أن المنطقة العربية تحولت إلى ساحة صراعات بين القوى الأجنبية وفي كلمة له في اجتماع وزراء الخارجية التحضير للقمة العربية في الجزائر دعا العمام رأى الدول العربية إلى التعاون في جميع المجالات الحيوية والاقتصادية إن العمل التحضيري المنوت بنا اليوم يظل على قدر كبير من الأهمية ليس فقط بالنظر لحجم التحديات المطروحة عربيا ودوليا وإنما أيضا اعتبارا للفرص الهائلة للتعاون والتكامل والاندماج في جميع المجالات الحيوية وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من الجزائر العاصمة دكتور سليمان أعراج أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر دكتور أهلا بك يعني غالبا ما تقوم الدول التي تستضيف مثل هذه القمم بانتهاز الفرصة لتقريب بعض الملفات المهمة من الضوء وربما إقصاء أخرى الجزائر قبل فترة قريبة راعت المصالحة الفلسطينية والآن تتحدث عن العودة مرة أخرى أو طرح المبادرة العربية للسلام مع إسرائيل في هذه القمة ما جدوى هذا الطرح في ظل حديث الكثيرين عن أن هذه المبادرة قد تجاوزها الزمن شكرا لك تحية طيبة لكم ولمشاهدين الكرام أعتقد أن أهمية وأولوية القضية الفلسطينية سواء بالنسبة للجزائر أو باعتبارها قضية الأمة تبقى قضية محورية خصوصا في ظل ما تشهده من تراجعين وفي ظل تطورات التي ربما طبعت هذا الملف لما نقول أن الجزائر تدعو إلى العودة إلى مبادرة السلام فهذا الدعوة أو الحديث على هذا الملف لم يأتي من فراغ وسابقه تمهيد وعمل جبار قامت به الجزائر في إطار المصالح الفلسطيني الفلسطينية ربما الجزائر قدمت للأشقاء العرب أو وضعت حدا للنقطة التي كان يعلق عليها العرب جميعا بأن الصراع الفلسطيني الفلسطيني كان حجر عثرة أمام كل جهود الدعم وهو ما جعل الجهود تتنصب وتركز على أولوية وأهمية هذه المصالحة الداخلية الفلسطينية باعتبارها تخدم القضية الفلسطينية والفلسطينيين بالدرجة الأولى وهو ما من شأنه العودة ربما إلى النقطة التي تفرق فيما بعدها العرب وتركوا القضية ربما تأفلوا أو تراوحوا مكانها هذا هو الجدوى أو المغزى من هذه الدعوة ثم أن الجزائر بتنظيمها أو بإشرافها على الطبعة أو الاجتماع الواحد والثلاثون للقمة العربية وضعت جميع الملفات ولم تستثني أي ملف وذلك انطلاقا من الشعار الذي اختاره الرئيس عبد ماجد تبون لكي يكون لهذه القمة وهو لم الشملي والعمل العربي يعني لما شمع هذا هل يشول دول المغرب العربي الآن شهدنا حضور وزير الخارجية المغربي في هذه القمة وهو في الجزائر الآن بعد غياب ربما منذ قطع العلاقات بين البلدين هل سيكون ملف العلاقات البينية بين الدول المغاربية ولا سيما المغرب ضمن جندة الجزائر في هذه القمة أعتقد أنني كنت واضح في تقديري وقلت العمل العربي المشترك ليس ربما العمل الثنائي بين دولة ودولة نتحدث اليوم على ما يجمع الدول العربية ككل انطلاقا من التهديدات التي تعصف بالمنطقة وما ينتظره أيضا تنتظره المنطقة من تحديات وجب النظر إليها بعين الجماعة دون انقسام أو استفاف تصنعه اليوم القوى المتصارعة والمصالح المتضاربة نتيجة حالة الصراع القائم الدكتور سليمان أعراج أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر شكرا جزيلا لك